ولله كمان يعني مدير الفني اللي الأكاديميات كانت خرج بلله عمل شغل كمان أكثر من الرأة طبعا شايف فكرة الأكاديميات وانتشارها في المحافظات كان الأول مقتصرة على القاهرة بس لأهل كان لها فرع أو فرعين في القاهرة لكن دلوقتي مشاء الله أكاديميات الأهل انتشرت في جميع محافظات مصر والله ده شيء يعني أقولك يعني شيء إجابي جداً جداً من آه إدارة الناد الأهلي وإدارة الأكاديميات كابتن شطر صلاحة يعني حاجة مفيدة جدا جدا أنت بتدي فرصة بتدي فرصة أنك تشوف مواهب حتى في ناس في لعبة كرة برضو أو في أولاد صغيرين ما عندهمش المهارة الكافية لكن بيتعلموا في ناس يعني في الوحدات التدريبية واسمها في ناس عندها استعاب للمهارات في عندها استعاب إيجابي وفي ناس عندها استعاب ضعيف جدا لكن مع الوقت بيتعلموا كرة قدم منتكلم من سنة 4 سنين لحد 13 سنة أنت بتعلم وتأسس الفترة دي تعليم وتأسيس مقاومات يعني نتكلم عن اللاقة البدنية كمان مهمة جدا جدا أن اللاعب يكون عنده لعقة بدنية مقاومات اللاقة البدنية بنتكلم في قوة في تحمل في سرعة في رشاقة في مرونة أنا أخذ الأشياء المهمة جدا بالنسبة لي اللي هي المرونة ورشاقة وتوافق للسن الصغار دي أسامها لا يسا ما فيش تحملات بالضغط لا يش تحمل ما في قوة هو مع تأسيمات السمول جيم في الآخر بيلتحم غصبا عنه مع الولاد بياخد قوة إجباري لواحده طبيعته لكن احنا شغالين بشكل علمي زي ما حضرتك قلت الكابتن خلود أبن الله بصراحة برضو فيه تواصل معاه والكابتن شطة البرنامج بيتحط برضو ان احنا بنحاول برضو عشان فيه ناس بتزهى يا أسامة من احنا ليه شغالين على طول السلام وتسليم ليه شغالين على طول جريب الكورة لما انت النهار زي ما قلنا انت في مدرسة تعليمية الفترة دي اسقالة الكابتن أحمد نخل لو تعلمت منها كتير طبعا انا يمكن الحمد لله رب برضو كان جات لفترة اشتغلت في دولة الخريج دولة الكويت عطل فترة هناك اشتغلت في قطاع النشئين حتى شهادات التعليمية أسامة اللايسن بي اللايسن سي واللايسن بي واللايسن اي واخده من التحدي أساوي وانتعرف صعبة جدا التحدي أساوي برضو مش سهلة زي التحدي أفريقي اشتغلت في قطاع النشئين على جميع المراحل من 12 السنة لحد 15 و 17 ولحد ما اشتغلت مع مدير فني صربي استفدت منه كتير واشتغلت كمان استعطت فريق أول مداريب عام مع واحد برازيلي برضو البرازيلي تعرف كورتهم قريب مننا من مصر بيحبوا المهارة والاستعواز كتير والانتشار والدبل باس كل تمارينهم كلها كورة تلاتة ضد تلاتة أربعة ضد أربعة مربعات في اتنفق يعني كلها متعة اشتغلت فترة وبعدين اشتغلت فترة مع راجل وبرضو مجري برضو قصة تانية خالص ومدرسة تانية خالص تكتب كتير قوي تحفيز كتير قوي تمام مهم جدا برضو ان انا خدت اكتسبت خبرات كتيرة من المداربين الكوبار دول الحمد لله رب الحمد لله قادر لنا دلوقتي الحمد لله اوصلها توصل المعلومات والخبرات دي للولاد الصغير اشتغلت في نادي القادسية الكويتي بعد نادي التضامن انا قبت الحمد لله رب السلام كان فترة مهمة جدا فترة القادسية الكويت اه حققت فيها بطولات كما حققت فيها بطولات الحمد لله رب عملت يعني يعني عملت ريكورد هناك للنادي نفسه لعبت 33 مباراة فزت ب 31 مباراة وتعدلت مباراتين والمباراتين اللي انا تعدلتهم سبحان الله كنت بشارك ناس كتيرة جدا برا التشكيل سمن بشاركوش تمام خدت خدت كسبت كاس سوبر تمام على نادي الكويت نادي الكويت هناك نادي يعني برضو زي ديربي هنا أهل وزمالك هناك القادسية والكويت زي عندنا كده أهل وزمالك الأهل وزمالك القادسية هناك فزت بالدوري العام فزت بكاس الاتحاد فزت بكاس سوبر والحمد لله رب في السنة دي اتكرمت من قبل الاتحاد الكويتي وخط أفضل لعب أفضل مدرف في السيزون وحنا دعم نبتعن لك التوفيق الله يخليك السلام